كمان حرس الكابتن محمود الخطيب على تهناءة لعبي الفريق الأول لكرة السلة رجال ويجهزهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر وطبعا أشاد بالروح العالية والأداء المتميز والانضباط الفني والسلوكي كمان لكل لاعب من لعيبة النادي الأهلي وكمان أثنى على إصرارهم على إحراز الكأس وبالتالي إسعاد جماهيرهم اللي تستحق كل التحية واللي بتساندهم دايما في كل المواقف قال كابتن محمود الخطيب أن هذا الفوز لم يكن ليتحقق إلا بالتعاون والتكاتف بين كل عناصر الفريق وقيام كل فرد بدوره على الوجه الأمثل ليتحقق النجاح في هذه المرحلة لكن طموحات جماهير الأهلي لا تتوقف عند إحراز أي بطولة ودائما ما تطلب المزيد من الألقاب لذا فإن هذا الفوز يعني يحمل الجميع مسؤولية أكبر لبزل المزيد والمزيد من الجهد لحظ المزيد والمزيد من البطولات بما يتماشى مع قيمة ومع تاريخ النادي الأهلي الكبير طبعا مليون مبروك